أنا لست خبيراً اقتصادياً ولا خبيراً مالياً والراجل على باب الله زي حالاتك كده لكن عاوزين نفهم ونعرف ماذا جرى للدولار في البنك المركزي اليومون اللي فاتوا ودي كرائة مواطن يعني لأن البعض من حضراتك وقال لي وانت ما تكلمتش ليه عن الدولار مبارح والبنك المركزي وانا بدأت حلقة مبارح بقول لك احنا هارينا في الأزمة الاقتصادية بقلنا سنة وعايزين نبعد شوي بس ربما الحديث النهاردة عن الدولار فيه قدر كبير من الأمل والتفاؤل يعني تعال نسأل أسئلة أول سؤال هل ما فعله البنك المركزي أثر على السوق السوداء للدولار أتلاقي الإجابة بنعم يعني مثلا في وقت من الأوقات ووقت قريب خلال شهرين مثلا كان الفارق بين سعر الدولار في البنك المركزي وسعر الدولار في السوق السوداء عشرة جنيهات لما تلاقي الفارق ده قال ووصل لحد نص جنيه يبقى ده إنجاز للبنك المركزي هتقول لي بس ده معناه إن البنك المركزي رفع السعر ستة جنيه خمسة جنيه هقول لك مش دي القصة بالمناسبة رفع السعر هي الفكرة إن يد البنك المركزي تهيمن على السوق وما يبقاش فيلا سعر واحد فالبنك المركزي في ملعب سوق الصرف لما هو يبقى اللعب الوحيد يقدر بقى ياخده الدولار وينسل فيه تصريح شهير للعضو المنتدى للبنك التجاري الدولي الأستاذ حشام عز العرب أن سعر الدولار مقابل الجنيه سعره العادل اللي هو بتاع ربنا حق ربنا 22 جنيه ونص ده سعر عادل طب إحنا ليه مش بنشوفه ب22 ونص لإن الدولار أصبح سلعة وليس عملة سلعة الناس بتخزينه وعايزة تكسب فيها إرشين يعني واحد معه خمس سلاف جنيه يقولك عد على السوق السوداء اشتريه لي مثلا 200 دولار يبقى فيهم 3 جنيه يكسبت 600 جنيه تخال بقى كم واحد زي صاحبنا ده بيعمل ده ما إحنا إيه اللي بنخرب على نفسينا صح ولا جلط ولو في مليون واحد بيعمل ده ما ده خراب ديار حجم السوق السوداء مقارنة بحجم سوق الصرف الرسمي لا تقارن يعني لا تتجاوز 10% دي تقدرات رسمية طيب البنك المركزي عمل إيه عمل كم حاجة لإسبوع اللي فات فجأك بالشهادة الكبيرة اللي هي الـ 25% وعايز أقول لك دي شهادة كبيرة قوي قوي يعني العائد بتاح وفجأك بسعر صرف عالي مش أنت عايز كده حاضر يا عم أنا هدي لك شهادة عالي قوي وهدي لك سعر عالي قوي للدولار عشان إيه السوق يهدى ما دي يا أخوانا مباراة المرسون بتاعها طويل يعني أنت لو طبقت ده على مطشات الكورة يقول لك انزل أول خمس زي جس نبض دخل فيك جون بتمتص الصدمة خاصة لو أنت وسط جماهيرك وبتحاول بعد كده تعود 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 اتعدلت عايز تركب المطش دي مباراة دي مباراة مباراة لازم تخيل لازم البنك المركزي المصري ينتصر فيها بإيس دي اللوصة ينتصر لأن ده رحمة بالناس لأن البنك المركزي هيعمل لصالحي كمواطن بس السوق السوداء مش هتعمل لصالحي كمواطن السوق السوداء مش هتعمل لصالحي كمواطن فما فعله البنك المركزي خلال الأيام الماضية نتج عنه ايه بيع حصيلة دولارية داخل البنوك المصرية لم تشهدها منذ فترة طويلة اتنين تراجع سعر الدولار في السوق السوداء تلاتة داقة الهامش بين سعر الدولار في البنك وسعر الدولار خارج البنك اربعة ناس كتيرة راحت تربط شهادات ما دي فلوس فلوس كانت هتنزل السوق غير انها هتعمل تضخم ممكن لحد يشاور عقل ويروح شارد دولار من السوق السوداء ضرب رقم خمسة ضربة للمضاربين ما انت ضربت مثلا والبست مرة وروح تشارد دولار بخمسة وتلاتين او اربعة وتلاتين على امل ايه انه هيبقى باربعين فلت اشتريت عشر تلاف دولار بثلتمية واربعين الف وطمعان يطلعوا لاربعين الف سيبك على ان انت مش قادر تستوعب بعقلك انه لما يطلع لاربعين الف انت تعتقد انك كسبت ستين الف بس انت هتخسر قدامهم يجو خمسة الف لانك لما تروح تشتري تلاجة مش هتلاقى بعشرة تلاف هتلاقى بعشرين هيا قولت انت فكر ان انت راح تكسب كده يعني لا انت بتضرب عملة بلدك وانا قلتلك الجنيه المصري امن قوم يبقى ما قافع له البنك المركزي يستحق ان احنا جميعا كمواطنين نتكاتف حواليه البنك المركزي بيعمل جهد صعب قوي طبعا البنك المركزي ده لجنة سياسات المالية والنقدية بس الامانة تقتضي نقول الملعب ما ينفعش وانت بتدير هزي الازمة الصعبة يبقى كلها البنك المركزي لا سياسات حكومية ظهرت بعد التبشير ان الحكومة تعلن على انها في العشر تيام الاولى من يناير افراجت عن سلع بمليار ونصف المليار دولار ده معناه ان في سلع ستأتي في السوق فينتج عنها اتاحة فالاتاحة ينتج عنها تخفيض اسعار ان الحكومة تعلن عن مبادرة امتها 150 مليار جنيه لدعم القطاع الانتاج الزراعي والصناعي مبادرة بفايدة 11% تتحمل الحكومة 7% منها ده ايه العظمة دي حاجة كويسة يعني انا كمصنع حاخد كارد فايدة 4% ده الفايدة النهاردة شوف كم وعشرين ان الحكومة تعلن ترشيد نفقات يعني شوية حاجات مع حاجات سياسة مالية النقدية وكلام ان صندوق النقد الدولي بجلالة قدرو اللي انا اساسا ما بطيش اسمه واقولك لو قابلوني المسؤولين هعزمهم على يعني فنجان اقوى سادة بيعلن ان مصر هتعمل احتياط نقد زيادة فيه 16 مليار دولار عام 23 وعام 24 الاخبار دي بتهز السوداء للدولار طيب موسيقى موسيقى